إن رأيكم في العائلات اللي تفتتت والأطفال اللي شردت والأموال اللي أنفقت وبددت والشوارع اللي امتلقت بأطفال الشوارع والتصرب بين التعليم نتيجة العناد ما بين الزوجين واستخدامه الأطفال كبروت في المعركة الدائرة ما بين الاتنين علشان كلمة لا قيمة لها في عالم ثق ما بعد الدولة مش قادرين نستوعب للأسف حتى في الفتاور بتاعتنا إن احنا بقينا في نظام اسمه أل دولة لم تكن معروفة في الفقه الإسلامي من قبل للأسف ففي أكذوبة اسمها الطلاق الشفوي الناس لسه بتحسابها إنها تقع والأسف الشديد وبيعاني الدولة كلها بتعاني منها والريس بيقول إنه الناس بيقولوا إن احنا خايفين يتقال إن احنا بنخدم السلطة هذا بيقول المشكلة إن البعض أسم بيني وبين الناس يا إما خندقين مختلفين متبعدين يا إما تبقى مع الشعب يا إما تبقى مع السلطة وليه الشعب والسلطة ما يبقوش لصالح مصر وده اللي أكده وزير العدل في حضرة السيد رئيس الجمهورية وقال إن توصيق الطلاق الكل وافق على مطابقة للشرع تقريبا ولا بد من الكشف الطبي والعائلي فاكريني موضوع الكشف الطبي اللي قلت لازم تبقى شهادة صحية حقيقية مش شهادة بخمسين جنيه بيتم تزورها إجراء روتيني وقد صبت لدينا إن الزوج خالي من الأمراض إن ده كلام يؤدي إلى غش وتدليس وكذب حدش يتكلم عن الكذب والتدليس ده للأسف وأكد على الكشف الطب والاجتماع وقال يعني إن شاء الله نسأل الله إنه وفقه إنه قال إن إحنا نبشرك قريبا يا رئيسات الرئيس ونبشر المجتمع المصري بقرب صدور القانون المنظم للأسرة ترجمة نانسي قنقر